ياهلا بخواني اخواتي شك باركم عساكم بخير ظهر التفاصيل تقول ان ابل قد تطلق ايفونات قابلة للطي في 2022 هذه السنة يعني ايفونات 14 قابلة للطي فهل هذه حقيقة ام خرافة كيف اسعارها مواصفاتها وتفاصيلها كل هذا واكثر في حلقة اليوم لكن قبل لا نبدأ اذا كنتم من اشاق التقنية و اشاق شركة ابل فكروا في الاشتراك في القناة دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات وتوقع محتوي القناة يعجبكم خلينا ندخل في التفاصيل قبل لا ندخل في التسريبات وتفاصيلها قبل خلينا نحلل تاريخ ابل واسلوبها في اطلاق التقنيات الجديدة لما اطلقت تقنية الشحن اللاسلكي ابل تخرت خمس سنوات كاملة ليش لان اولا ابتدأت هذه التقنية بخمسة واط خمسة واط ولا شي بطيء جدا وحين وصلت لحد خمسة عشر واط فهذا يدل ان ابل ما راح تنزل تكنولوجيا في الهاتف الا بعد ما تكون ناضجة ونفس الشي لما نتكلم عن شحن اللاسلكي العكسي من عدة سنوات بدأت تظهر لكن في الحقيقة احد قاعد يستخدمها ليش لان البطارية للهاتف اريد ضعيفة بعدك تستخدمها لشحن هواتف اخرى فتقنية ما منها فايدة وعشان كذا ابل بعدها ما طبقتها فلازم علشان ابل تطبقها تكون التقنية منها فايدة واتكون ناضجة وهذا الشي اللي شفنا ايضا في تقنية الشحن السريع لحد اليوم ابل تشحن هواتفها ب 20 واط في المقابل نشوف اجهزة تشحن ب120 واط فما الحقيقة خلف ذلك شيئين اولا ماركتنج يعني نص كذب الشي الاخر راح يعطيك سرعات عالية لكن في المقابل راح يقلل من عمر بطارية الهاتف العمر الافتراضي للبطارية من 300 الى 500 دورة هذا يعني افتراضيا بعد سنتين راح تبدأ تضعف البطارية لكن لو تشحنها بسرعات عالية جدا 50 او 40 واط واكثر راح تبدأ تقل من اول سنة وهذا الي شفناه فيه كثير من الشركات قللت من سرعة الشحن السريع فيه هواتفها وفيه شركات اخرى مثل جالاكسي اس 22 يقولك راح يجي بتقنية شحن السريع حتى 45 واط لكن لما تيجي تشحنها ب45 واط وب25 واط راح تلاحظ الفرق بسيط جدا يعني ما يستاهل انك تزيد 20 واط واخر شي الفرق 34% من سرعة الشحن اما التقنية اللي صحيح شكلة فرق كبير في تطبيقها هي تقنية التردد السريع لـ 120 هرتز موجودة هذه التكنولوجيا من 4-5 سنوات لكن اول ما بدأت تطبيقها كانت الهواتف تعاني بشكل كبير من ضعف البطارية لدرجة ان كثير من الشركات لعدة سنوات قامت تقلل من جودة الشاشة من 2K الى 1K او حتى الى نصف HD فقط علشان تقلل من استهلاك الطاقة ولما ابل طبقتها في احدث ايفوناتها الاخيرة صارت بطارية الايفون افضل بطارية في جميع الهواتف لانه لما طبقتها طبقتها انها توصل لـ 120 هرتز بس تنزل حتى 10 هرتز بكذا لما تكون ما تستخدم الهواتف او ما تحتاج سرعة تردد العالية ما راح تشتغل وبتوفر لك طاقة كبيرة فابل انتظرت كل هذه السنوات لحد ما طبقتها بطريقة مثالية فالهاتف قابل لطيء راح تكون بنفس السيناريو راح ابل اطبقى في هواتفها لما تشوف التكنولوجيا مفيدة وناضجة للغاية ولانه شركة سامسونج هي اللي توفر معظم شاشات هواتف الايفون فلازم سامسونج تضبط هذه التكنولوجيا بعدها ابل راح اضيفها في الايفونات فخلينا نشوف احدث هاتف من سامسونج جالكسي فولد Z3 تقريبا هذا اسمه فهذا الهاتف جميل جدا احبه بصراحة لكن في عيوب كثيرة اولا في شاشتين شاشة وهو مغلق وشاشة لما تفتحها في كاميرتين امامية كاميرا لما هو مغلق وكاميرا لما تفتحها هذا اولا راح يزيد من تكلفة الهاتف وراح يشكل عوائق كثيرة الشيء الاخر ما في حماية قوية ضد الماء ولا الغبار الشيء الثالث لما تفتحها وتسكرها العديد من المرات راح يبين الخط هذا المزعج وطبعا لا ننسى السعراء الغالي بسبب وجود شاشتين والتكنولوجيا بعدها مش ناضجة في طريقة ثانية لتطوير الهاتف قابل للطي هو اللي شفناه فيه هواتف اوبو وكم شركة اخرى بس للحين ما ظهرت بشكل مباشر والي هو الهاتف قابل للتمدد انا اعتبر هذه التكنولوجيا هي الافضل من ناحية العملية اولا ما راح يكون فيه الخط هذا تكلمة تصنعه راح تكون اقل السبب ان شركة ما راح تحتاج تصنع كاميرات ثنتين سيلفي او شاشتين لا الشاشة واحدة تتمدد وتنكمش على حسب الحاجة وحتى فتح الجهاز ما يطلب ايدين ثنتين فالهاتف بشكل عام اكثر عملي لكن بسبب مادة البلاستيك او الشاشات قابلة للطي بعدها مش مطورة بشكل مثالي لهذا النوع من الهواتف فاللحظة اللي نشوف السامسونج والشركات الاخرى تطبق هذه الشاشات الجميلة في هواتفها بطريقة شبه مثالية راح نشوف ابل تسوي هاتف قابل للطي طيب متى؟ شخصيا على حسب هذا التحليل انا اشوف التقنية بعدها ابدا مش ناجحة وتحتاج على الاقل سنة او سنتين اضافيات 24 الى 36 شهر علشان نشوف هاذا التكنولوجيا موجودة في هواتف ابل اما بخصوص المسربين اللي نعتمد عليهم واللي دايما اخبارهم صحيحة مش اخبار جرايد معظمهم يقولوا ايوه الهاتف بعدها مش جاهز ابل قاعدة تشتغل وصار لها عدة سنوات وتتعاون مع سامسونج علشان تصنع هذا الهاتف بس بعيد كل البعد على انه راح يجهز في هذا السنة فتوقعوا السنة القادمة اول لبعدها او قد يكون على بعد ثلاث سنوات اضافيه لحد ما يوصل هذا الهاتف الشيق فهذه السنة ابل ما راح تطلق الايفون قابل للطي لكن راح تطلق هاتف غير عن العادة والي هو ايفون 14 ماكس ايفونين برو وبرو ماكس وايفونين 14 و14 ماكس ومع السلامة للميني اللي باع بكميات جيدة لكن مش مثل ما ابل متوقع فابل قالت خلينا نكنزلها ونركز على ايفون الرخيص SE3 2022 اللي راح ينزل بعد عدة تسابيع ففعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد اول باول لانه راح نغطي المؤتمر في هذه القناة